يوم الخميس طلع محمد رمضان استفز الدنيا كلها فيش حد لم يستفز من كلامه عمل فيديو عجيب كالعادة طب خليني الأول هنسمع الفيديو المستفز وبعدين نرجع نعلق على هذا الاستفزاز طبعا مدلس وكذاب لاتنين الحقيقة اللي هقولها لحضراتكم المعلومة تم الاتصال بيه فعلا وتقال له جلنا حكم قضائي واجب النفاز لورسة فلاني فلاني طيور أشرف أبو اليسر بمبلغ ستة مليون جنيه ده الاتصال فلان أيوة كذا احنا جلنا كذا واجب النفاز لورسة فلاني فلاني وده حكم بات واجب النفاز بمبلغ ستة مليون جنيه فهذا المبلغ هيتم تجنيبه بس نقطة لا أموالك ولا فيزا ولا 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 ده ستة مليون بقى المبلغ متاح لو عادت شرحة طيارة روح اشتري لو عندك مبلغ ده اشتري محدش يقولك لا ولكن هو عمل ايه اللي عمله الجريمة اللي ارتكبها وانا بقول جريمة بمعنى الكلمة لأنه روّق شائعات انه تم التحافظ الدولة خلي بالك الدولة يعني معناها كده الدولة يتحافظ على موال حد الله ما قلتش ليه حكم قضائي يا مدلس لو انت بتطلع في فيديو لو انت مش عايز تعمل تشهير بالبنوك المصرية والإساءة ليها والسمعتها والاقتصاد المصري ما قلتش ليه يا مدلس انه قالوا لي ده حكم قضائي وخدوا مبلغ بس ستة مليون مش كل فلوسك يعني يعني ما حدش يتحافظ على فلوس حد إلا بحكم قضائي وبالمبلغ المحدد اللي هو قالك عليه ستة مليون جنيه بس لأنه صدر عليك حكم في جريمة ارتكبتها ورفعها عليك المرحوم الراحل الطيار أشرف أبو اليوسر عشان قطعت عيشه وبيته وولاده وتسببت في موت الراجل كنت سبب انه يموت الراجل ده الله يرحمه لو تلغت رخصته لا يشتغل جول يشتغل برا خلاص اللي كان بيجي له هيعمل ايه مات مات من الحصرة لو انت عامل مع واحد يعني اقول ايه اقول ايه تيجي كمان تتقول على الدولة وتتهم الدولة والدولة ملايش علاقة ده قضاء هالدولة بتحفظ تروح وتعملها ازاي يعني فيش اي حاجة تعمل الا بقضاء بأحكام قضائية فالحكم قضائي يعني لا يجرؤ واحد يقولك هاتلي فلوس حد من غير حكم قضائي ده البنوك المصرية عندها قانون قوانين تحترمها وملتزمة بيها ده عندنا البنوك ماشى زي الساعة فتتيجي النهاردة تشهر بيها تاني بقول اللي قاله ده يستحق عقاب لانه القانون بيقول كده مشان اللي بقول كده الشائعات والاخبار الكاذبة وبس كذا وكذا الشائعات بتقول الاضرب الاقتصاد القومي قانون بيحاسب فيه مواد صريحة اللي بيكلم على ضرب الاقتصاد القومي ما ده طار بالاقتصاد القومي والبنوك وانت كمان بتتكلم على جريمة اخرى انه عندي اللي عنده في البنك عندنا كذا فهيبقى عنده فلوس البيت طب وانت هو انت اخبار الضرائب معاك ايه انا بس أل سؤال اخبار الضرائب ايه طب وانت مش حاط فلوسك بلوك كلها لأيه يعني ده كمان انه عنده فلوس البنك بعيد عن عين لانه انت في الاخر بتشتغل عندك كذا حساباتك ايه كذا وكذا وكذا هو التهربان الحق متهرب من حاجة بتخبي فلوس عن مين وانت بتكلم في الفيديو ده اصو كمان الفيديو ده ورطه في جريمة اخرى جريمة اللي هي لازم تتمي بحثها مكافحة التهرب الضريب النهاردة ومحمد رمضان داخله قد ايه تعقداته قد ايه ما احنا كنا بنعمل كذا داخلك السنة معروف عقد هنا كذا حساب كذا طب مش عارف عملت ايه سويت ايه حسبة كام عليك كذا تروح تمل الضرائب تدفع الضرائب اللي عليك هل اعملت كده ولا ما عملتش ما اعرفش بتعمل ده ما اعرفش برضو ما اقدرش اتهم اطلع قول الناس والله اه انا دخل في السنة خمسة ساخ دفعت عليهم ربع جنيه او ما دفعتش والضرائب تعمل ده مثلا لكن تشهير بالبلد عشان ان انت تعمل نفسك يعني البلد ايه البلد ايه خادت دول قالك الدولة دولة يا راجل يا راجل اللي افتشي يا راجل بطل كذب خليتي الناس يعني نفور ناس نفور او جزء من الناس تصرفات دي في الاخر زي ما بقول كده لازم تحفظ على البقين شوية البقين لو جات فترة ناس تتعاطف النهاردة بقاش حد بيتعاطف فكنت تاني تطلع تصح لما لقيت تطلع تصح تقول اه انا يا جماعة المناسبة غلط قالوا لي مبلغ كذا لان البنك طلع بيان وانا كلمت مسؤولين في البنك مش بقول لكم يعني سر كلمت مسؤول في البنك ما لازم اعرف احنا ناخد لا لازم المعلومة نجيبها ازاي كلمت مسؤول كبير في البنك تجار الدولي ايه الموضوع حكالي واحد اتنين اربعة شبه طلع عندي معلومة ونطلع اه زي رمضان كده ايه كلام وخلق لا طيب عندك المعلومة تقال له الرقم بالزبط يعني الراجل ايه اه اه اقال لك حتى ما حدش قال كده تشتريه زي ما انت عايز تعمل زي ما انت عايز هو مبلغ تاخد خلاص على جنب خلاص حكم القضايا نفذ حكم القضايا خلص الموضوع حاجات بقول لحداتكم بتعمل يعني ناس عايزة تعمل مشكلة نفسها والبلاتها مصرنا والعظيمة اقتصادها بنقها كله بخير كل تاني بقول كله ماشي زي الساعة حد شقدر يعمل حاجة خارج القانون كل حاجة اجراءات قانونية اي اجراء لو حد بتحفظ على حاجة اجراء قانوني ممتلك قانوني مش حاجة اسمها روح خد او اعملك مش حاجة اسمها كده بلد زي ما بقول لكم القانون هو السيد والقانون هو اللي يقول في اي شيء كلنا احترم القانون هنا او هنا ستحفظ